حياكم الله عندما تصل المرأة إلى سن معين يبدأ ظهور أعراض ما قبل انقطاع الطمث ويمكن أن يبدأ ذلك قبل عشر سنوات من انقطاع الطمث ويظهر تساور الأعراض عندما يكون هناك انخفاض كبير في مستويات هرمون الاستروجين فما هي أبرز التغيرات التي يمكن أن تعاني منها المرأة وكيف تتعامل معها للمزيد ينضم إلينا من جدة دكتور محمد إدريس طبيب نساء وولاد أهلا بك معنا في صباح العربية ويمكن هذه المرحلة ستمر بها كل النساء فترة لا بد منها في مرحلة ما أو في فترة ما خلينا نتكلم ما الذي يحدث في جسم المرأة في هذه الفترة تحديدا من الهرمونات يا أهلا وسهلا صباح الخير عليك ورحمة المشاهدين وفعلا كل السيدات ممكن حيمروا في هذه المرحلة عادل هذا الخبر الكويس لنا احنا بعيدين عن الموضوع احنا ما زلنا شباب كل الأمر راضي يا دكتور يكبرون قبلنا بعشرين سنة إن شاء الله يا رب يا رب طبعا هذه المرحلة من مراحلة السيدة هي المرحلة الأخيرة من مراحل القدرة على الإنجاب زي ما تفضل عادل في المقدمة أننا بيبدأ هرمون الاستروجين بيقل الإنتاج وتبدأ تصير في لخبطة في الدورة هذه أول العلامات ممكن تبدأ عادة بتقطع الدورة حول سنة الخمسين سنة قبل بعد بأربع سنوات لكن في حالات ممكن يكون قبل هذا الموضوع في حالات قبل 45 في حالات قبل 30 ويشخص كأنقطاع طمث مبكر لأسباب وأمراض متعددة لكن السنة الدارج في الميدل إيست عموما وفي الجلوب الكامل يعني على 50 و 51 سنة بتبدأ نقطاع الدورة الأعراض زي ما تفضلتم ممكن تبدأ قبلها بخمسة ستة سنوات وتبدأ بالتدريج اللخ بططية تنقطع وما نقول أنه تماما خلصنا انقطاع الدورة إلى أن نوصل إلى 12 شهر من غير أي نزول دم أو دورة الله يكرمكم طيب دكتور هل في مقدمات حتى تفهم المرأة أنه هي دخلت الآن بهذه المرحلة وهل يمكن أن تتأخر عن سن الخمسين تمدوا إياها طيب الشق الثاني ممكن تتأخر عن الخمسين ممكن في حالات إلى خمسين 52 55 أحيانا يختلف على عوامل وراثية تغذية صحة المرأة بشكل عام تعرضها لأمراض خلال فترة حياتها بالإضافة إلى أنه معلومة لصباحها العربية السيدات اللي بيكون عندهم حمل وولادة بيكون عندهم فترة انقطاع الطمث متأخرة شوية يعني ممكن يوصلوا إلى 52 53 السيدات اللي ما عندهم حمل ولا قد حمله ممكن تصير قبل 48 47 وممكن قبل كده لو تعرضت لشاعات أو أدوية أو أمراض الشقة الأول من سؤالك كيف هي حتعرف أول علامة بتجيها يصير في عندها اضطراب في الدورة الشهرية بتبدأ تتقطع تأتي أكثر من مرة في الشهر تختلف الكمية من زيادة النقصان بعدين تبدأ الأعراض تزيد ممكن يصير عندها شوية توتر على قلق زي ما احنا شايفين في الصور اللي بتتعرض الهبات الحرارة الجيهة كده في جسمها فجأة بوقات مختلفة الأهم حاجة أهم شيء أنه تبدأ السيدة تشعر أنها بدأت تتحول من سيدة إلى أنه بدأت تصير فيه إحمال من الناس اللي حولها طبعا هذا غير صحيح لكن نتيجة تغيير الهرمونات في جسمها بتحس أنها تبدأ مهملة تبدأ تفقد أنوثتها لأن الأستروجين هو هرمونات الأنوثة ويبدأ يزيدهم بالضبط تغييرات المزاج يبدأ تحس أنها بدأت تفقد هرمونات الأنوثة يبدأ حانا نطلع شعر في الوجه أو منطقة الشنب والدقين فهذه الأشياء كلها تأثر عليها سلبيا بالإضافة للتعرق الليلي اللي يخليها تقوم بالتالي ما تقدر طول الصباح تكون نشطة بشكل كويس هذه الأشياء كلها تغييرات بالتدريج إلى أن تنقطع الدورة وينتهي الموضوع على خير مختلفة ويقولت كمان تحت الثلاثين ممكن أن تقطعها الدورة الشهرية هل هو العامل الجيني الذي يلعب دورا في هذا الموضوع أم فقط هناك العديد من العوامل قد تساعد على انقطاع الطمث مبكرا السؤال جدا مهم العمر زي ما تفضلت فيه كثير عوامل تأثر الجينات دور مهم نلاقي مثلا العائلة هذه أو هدول الأخوات الخمسة الستة اللي هم أخوان في نفس العمر تقريبا التدخين يأثر التغذية يأثر المنطقة الجغرافية نلاقي مثلا المناطق اليوروب غير شرق آسيا غير أمريكا حسب المنطقة التدخين يأثر شرب القهوة يأثر الكافيين الحمل والولادة بالإضافة أنه قبل الثلاثين هذه حالات نادرة ما تتجاوزها الخمسة في المئة نسميها بريماتيور منيبوزل اللي هو يكون عندهم فشل في وظائف المبايض فبالتالي بيكون فقدان الأستروجين بصورة أكبر وأسرع قبل سنة الثلاثين بالإضافة سيدات بيأملوا عمليات جراحية بيستعصلوا الرحم بيشيروا المبايض وبالتالي يفقد المبيض وظيفته أو الهدف من وجوده لأنه خلاص بيكا هل تستطيع المرأة دكتور ربما يعني زيادة عمل الأستروجين من خلال مكملات غذائية أدوية بالتالي على الأقل أنه تمد في هذه الفترة أو حتى يساعد جسدها على التأقلم والله إحنا في هذه الفترة بنحاول أن نعالج الأعراض لأن هذه الفترة كما تفضلنا في البداية ستمر فيها جميع السيدات وإن شاء الله فترة وتمر على خير مهم جدا الدعم النفسي للناس المحيطة بالسيدة بعض الحالات 20 إلى 30% بيستدعي حالتهم العلاج إن كان نفسي أو دوائي زي ما تفضلت العلاج الهرموني المكمل أو بعض الكريمات لأنه أحيانا الـ Pre-Minipozal بيكون عندهم أحيانا جفاف في المهبل بيكون عندهم مشكلة في الشعر تصابط الشعر بيكون عندهم يبدأ الفيتامينات بتقله وشاشة العظام فنحتاج بداية للعلاجات التكملية لو كان عندهم مشكلة في التغذية أو عندهم مثلا ديبريشن ما بيأكلوا بشكل مستمر هنلجأ للمكملات وممكن الأدوية لكن النصيحة الأهم لا يأخذوا الأدوية قبل ما يرجعوا لنا إحنا الدكاترة جيد طيب يعني الهبات الساخنة دكتور يمكن من يعني العراض الشائعة جدا وتكون مزعجة للسيدة في هذه الفترة هل العلاج الهرموني قد يفيد في هذه الحالة أو فقط يعالج أشياء أخرى يمكن هناك بداء إلا لا شوف الهبات الساخنة يعني هو العلاج الهرموني يعالج المشكلة ككل لكن مش علاج جذري بيساهم في تخفيف الهبات الساخنة بيكون علاجها تلطيفي الهبات الساخنة أولا نبعد عن تريجرز حقتها في تريجرز لما الوحدة بتسويها بيزيد حصول أو تكرار الهبات منها شرب القهضة التدخين عدم انتظام النوم طبيعة الملابس عدم مارسة الرياضة الاسترس اللي هي فيه من المحيطها هذه تريجرز بتخلي الهبات الساخنة تتكرر وتيجي بشكل فريكونت أسا أكتر العلاج حقها نغير نوعية الملابس نكون في منطقة باردة نخلي جنبنا زي الكمدات الباردة نكون في معنا زي ما شفنا في الصور مروحة أو شيء برد علينا نكون في أجواء عمل باردة مش نتعرر للحرارة لأنه في وقتها هي أهبات بيتجي بفوقات بسيطة متكررة الجسم بيشعر أن الطبقة الخارجية الجلد فيها حرارة بشكل كبير وبالتالي تبريدها أو الكولينج حقا الجسم بيكون أفضل طيب الدكتور أحد الزملاء يساني يقولي الدكتور محمد قال أن نتنكد على زوجها قبل انقطاع الطمط ألا لا أكيد هتنكد طيب الآن خلينا نذهب هي من بعد الزواج من بعد الزواج طيب خلينا نذهب إلى أسئلة المشاهدين دكتور محمد هذه أسئلة عامة لإجابة عليها باقتصال إذا تكرم ما خطورة الحمل المتعدد للأم وأيضا للطفل دكتور خطورة الحمل المتعدد سؤال جدا مهم الحمل المتعدد فيه كثير من السيدات يأتي في بالهم أن أريد أن أحمل توأم مرة واحدة وخلاص وأرتاح هذا الجانب الحلو من الموضوع لكن الجانب المشحل أن السيدة لما تحمل بتوأم انتفاخ البطن أو حجم البطن بيكون أكبر فبالتالي خطر الولادة المبكرة بيكون أكتر الاحتياج البيبي اللي حضانة أكتر الأمراض اللي بتكون لوجود توأم من ناحية أنه مكان المشيمة ممكن بيبي يكبر على الحساب التاني الأشياء النزيف ما بعد الولادة نتيجة كبرى الرحم وما بيقدر يرجع تاني مرة هذه كلها من المخاطر ترى مخاطر سيريس مش مخاطر كلمة كده في حاجة بسيطة لا هذه تؤرق أي طبيب نسوي لادة لو جاتها المريضة هذه لكن هم بيشوفوا الجانب الحلو أنه والله توأم مرة واحدة وخلاص نخلص دايب باستفسار آخر دكتور دكتور ما هي أسباب الأسقاط المتكرر أو يمكن يقصد الإجهاد المتكرر هل يكون السبب من عدم انتظام الهرمونات أم أمراض أخرى الإجهاد المتكررة أو فعلا هي أحيانا أسباب أخرى وأحيانا أمراض وأحيانا بتكون من غير سبب عادة إحنا بعد الإجهاد الأول ما مندور سبب بيكون من الله ونسبة كبيرة منه بيكون بسبب وجود تشوه تكويني للجنين لكن لو تكرر الإسقاط بنلجأ أن نعمل تحاليل للزوجين يعني هذه رسالة للزوج حتى لا أنه يقول أن هذه إجهادات متكررة سبب الزوجة لازم هو يعمل ممكن التشوهات في الحالات المنوية تعمل ممكن تشوهات خلقية في شكل الرحم تعمل بعض الأمراض في الدم الذئبة الحمراء كل هذه الأشياء ممكن تعمل فبالتالي بعد الإجهاد الثاني ممكن تراجع الطبيب ونعمل تحاليل زيادة وأشعة وسنار للطرفين للزوج والزوجة دكتور محمد إدريس طبيب نساء وأولاده شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات يعطيك ألف عافية شعر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك